كنت قبل التقرير بسأل حضرتك فيما يتعلق الخطاب السياسي لكل المرشحين في اللحظات الأخيرة كل مرشح بيراهن على أصوات المستقليين أو أصوات الولايات المتأرجحة وكل خطاب يعني هو خطاب يدعو إلى التخويف من الطرف الآخر دون رسم سياسات جديدة للولايات المتحدة يعني طبعا الهدف من هذه التصريحات وهذه الخطاب هو أغراض انتخابية بمعنى أن كل مرشح بيحاول اكتذاب أكبر عدد ممكن من الأصوات وبالتالي ممكن يهاجم المرشح الآخر سواء كان الهجوم ده يعني له ما يبرره أو لسا له ما يبرره إنما هو بيلجأ إلى التخويف بيخاوف الناخ طبعا احنا عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها عوامل بتحصل من نتيجة الانتخابات من أهمها اللي بيطلق عليها الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة هي حوالي يعني سبع ولايات يعني منها ميتشيجان عدة سبع ولايات غير محددة الموقف يعني فيه ولايات معروفة أنها بتدي في 50 سنة اللي فاتت بتدي مرشح الحزب الديمقراطي أيا كان الشخص في ولايات أخرى أحروف أنها بتعطي مرشح الحزب الجمهوري وأيا كان الشخص فحتى المرشح الرئاسي هنا مش بيبزل مجهود كبير في هذه الولايات اللي نجحوا فيها مضمون إنما بيركز أكتر على الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة دي يعني إيه؟ يعني مرة تدي مرشح الحزب الجمهوري ومرة تدي مرشح الحزب الرئاسي فهو بيحاول أنه يكتذب تأييد هذه الولايات المتأرجحة لأن ده ممكن يساعد في حسب نتيجة الانتخابات بالإضافة أيضا أنه بيحاول يكتذب ما يطلق عليه الناخبين المترددين يعني فيه ناخب يعني قبل الانتخابات بأيام هو مش عارف لسه يدي مين فهو يمكن من خلال التصريحات أي مرشح رئاسي من خلال التصريحات ومن خلال التخويف وإذا نجح الطرف الآخر أو إذا نجح المرشح الآخر هو بيحاول اكتذب هذه الأصوات المترددة وده بيسهم في حسب نتيجة الانتخابات بس أنا أحوز أقول أيضا أنه فيه حاجة غريبة في الانتخابات الأمريكية شوية يعني مش التصويت الشعبي هو اللي بيحسب الانتخابات مش اللي بياخد العدد الأكبر من أصوات الناخبين هو اللي بيفوز إزاي؟ فيه في الولايات المتحدة نظم الانتخاب معقد شوية نواب تبسيط يعني فيه حاجة اسمها التصويت الشعبي اللي هو التصويت العادي يعني وفيه حاجة اسمها التصويت في المجمع الانتخابي الإلكترال كوليج المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية إيه الكلية الانتخابية دي؟ الكلية الانتخابية دي يعني كل ولاية بتمثل بعدد من المندوبين مساوي لعدد أعضاءها في مجلسات الكونغرس في الشيوخ وفي النواب المرشح اللي بيفوز بالتصويت الشعبي في أي ولاية بياخد كل أصوات الولاية دي في المجامعة الانتخابي حتى لو كان فايز بنسبة ضئيلة أو بيحصدوا الكل يعني الولاية دي وعلى فكرة الولايات بتختلف في نسب تمثلها في المجامعة الانتخاب في ولاية بتمثل بعد كبير أو زي كاليفورانيا مثل 55 في ولاية بتمثل 27 زي فلوريدا وهكذا طيب اللي بينجح بياخد أغلبية في التصويت الشعبي في أي ولاية بيحصل على كل أصوات المندوبين في المجامعة الانتخابي حتى لو كان فايز بفارق بسيط أو يعني لو فايز بألف صوت حتى من أصوات الشعبية ياخد كل المقام طيب واللي خسر مرشح اللي خسر في هذه الولاية بالتصويت الشعبي لا يأخذ صوت أي مندوب داخل مجامعة الانتخابي حتى لو كان الفارق بسيط أوي حتى لو كان خسر مثلا ب500 صوت ما ياخدش ولا مغا ولا يعني صوت مندوب طيب الحكاية دي إذا تكررت أن اللي بيفوز بيفوز بنسبة ساحقة واللي بيخسر بيخسر بأغلبية يعني بنسبة ضئيلة ممكن نجد في النهاية إن واحد يفوز ويبقى رئيس للولايات المتحدة رغم إنه لم يحصل على أغلبية الأصوات الشعبية في تصويت الشعب ومن هو فاس في المجمع الانتخابي فدي أيضا من الحاجة الغريبة شوية في إنظام الأمريكي والغير مألوفة في الدول الأخرى